مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو ديال اليوم كله طاقة ايجابية فيديو مليء بالفرح مليء بالسعادة الجميع الاخوات اللي كيقولوا بان الحلم ديالهم مستحيل من هاد المنبر ومن هاد الفيديو هذا كنقول لك بان لا شيء مستحيل ان الله على كل شيء قدير كن فيكون بطبيعة الحال في واحد اللحظة في واحد الثانية غايطلع الاختبار موجب وانتي ممتوقعاش هذا الامر هذا خلي الامان ديالك قوي في الله ديما صبري ديما قولي بان كل شيء يجيب من عند الله الا وفيه الخير الوصفة القوية لتنشيط التبويض بالاضافة الى الدعاء المعجزة اللي كانت ديما كتقولوا هاد الاخت هادي واستجاب لها الله وحقق الامنية ديالها ولو في سن متأخر وبلا شك ان الوصفات الطبيعية المساعدة على تأخير الحمل كتجيب نتائج ديالهم خير دليل على ذلك بزاة الاخوات عندي في القناة حملوا ما شاء الله من بعد ما كان عندهم ضعف الابادة من بعد ما كان عندهم مشكل في خروج البويضات ما شاء الله جربوا الوصفات ديالي وجاب الله تيسير وكانوا سبب من بعد الله في الحمل ديالهم غا نعطيكم الوصفة اولا قبل ما نعطيكم الوصفة حولوا انكم ديما تخليوا لي اللايكات في كل فيديو باش تعم الفائدة وتوصل هاد القناة لجميع الاخوات المحرومات لمازالك ينتظروا باغين يجربوا وصفات ناجحة مجربة لسرعة حدوث الحمل اللايك ديالك غادي خلي هاد الفيديو يزيد يوصل لهاد الاخوات وان شاء الله تكون فرحة اكتر بحمل عديد من السيدات مكونات الوصفة هي عبارة عن كيلو من عسل البردقوش الى ما كانش متوفر حاول انك تجيبي البردقوش يكون يابس طحنيه جيدا يكون عبارة عن مصحوق وضيفه للعسل ديال الدغموس او اي نوع من العسل من الافضل يكون عسل السدر او عسل الدغموس 25 جراما من ملكات النحل 25 جراما من القسط الهندي 5 جراما من بذور اللفت 5 جراما من بذور البصل سأكرر مكونات الوصفة ثم الطريقة الوصفة هي عبارة عن كيلو من عسل البردقوش 25 جراما من عسل الملكات او ملكات النحل 25 جراما من القسط الهندي 5 جراما من بذور اللفت وكذلك 5 جراما من بذور البصل بالنسبة للطريقة ستقومي بوضع كافة المكونات مع بعضها ستقومي بالتقليب جيدا ستناولي ملعقة في الصباح واخرى في المساء كل يوم السيدات اللي ما كتجيهمش الدورة يتناولوها شهر كامل باش هكي يشجعوا المبيد ديالهم انه يعمل وكذلك تقدر جيهم الدورة وتسترجع لهم الدورة ان شاء الله هاد الوصفة هاد الوصفة هدي تعتبر وصفة مساعدة بامتياز لتنشيط التبويد للمساعدة على خروج البويدات بالنسبة للسيدات اللي كتجيهم الدورة منتظمة وبغاوا فقط يشجعوا المبيد ديالهم يحاولوا انهم يتناولوها من اول يوم لنزول الحيد الى غاية اليوم الخامس عشر ويحبسوا الوصفة ديالهم والسيدات الاخرى يا تره هدكرت كيفاش غايديروا الوصفة بالنسبة للسيدات اللي ما كتجيهمش الدورة بالمرة فشهر كامل من العلاج كذلك يعني كالمنشطات ممتازة للمبيد اللي ممكن انها تساهم كذلك في تشجيع الرحم وتنظيم الهرمونات والمساعدة على تنشيط المبيد منها المكسرات الغير محمصة يعني المكسرات بجميع الانواع ديالها كتحتوي على نسبة كبيرة من الاميغا ولو انك في سن متأخر حاولي تحافظي على النظام ديالك الغدائي كل ما قدرت انك تحافظي على التغذية ديالك كل ما خليتي المبيد ديالك يعني كيعمل بشكل جيد راه كين سيد وخص غارت في السن ولكن عندهم هاد المشكل ديال انهم كينت جوب ويضات غير قابلة للتلقيح نظرا لان التغذية ديالهم كتكون غير جيدة العسل الطبيعي ممتاز فهو من المواد اللي كتساعد على تنشيط المبيد ممكن انك تناولي لما كانش عندك مشكل صحي ملعقة في الصباح ملعقة كذلك في المساء وكذلك ممكن انك يعني تناولي التمر فهو كيساعد على زيادة معدل خصوبة تمر ممتاز للرحم لكذلك المحافظة على جودة البطانة ديالرحم الاسماك الدهنية كذلك كتحتوي على النسبة كبيرة من الاميغا 3 اللي كتساعد في توازل الهرمونات حاول انك تحرس على تناول الاسماك ولو مرتين او مرة في الاسبوع وديرها يعني مشيت تقليها القلي ممنوع ديرها في الفرن باشها كتحافظ على الفوائد ديالها الخضروات الورقية مثل الصبانغ البقدونس الخص وغيرها كتساهم في تقليل من نسبة زائدة من الهرمونات شرب كميات كافية من الماء وكذلك الفواكه بصفة عامة الفواكه الجافة هي ممتازة حركزي على وجبة الافطار تكون غنية حاولي انك تخضي حمد الفوليك فهو ممتاز قبل حصول الحمل بثلاثة اشهر قللي من الاطعمة السريعة الابتعاد عن كل ما هو مصدر ضغط وتوتر استرخي حول انك تركزي يعني في الامور ديالك العادية ما تبقيش يعني ممتر على الاعصاب ديالك بفكرة انك متأخرة في الانجاب فهي مسألة اللي هي رزق بيدي الله ما كتعرفيش انتي بالضبط وقتاش غيعتك الله هذا الرزق هذا وان شاء الله يكون في القريب العاجل بإذن الله وتفرحنا جميع بطبيعة الحال الدعاء اللي كتنوا جميع الدعاء المعجزة القوي اللي ضروري انك تقوله تنتيه يوميا كيف ما هاد سيدة هدي وجاب الله مع هاد تيسير هاد الدعاء هذا بغيتكم كذلك تخليوا لي اللايك في هاد الفيديو باش يوصل الاخوات لباغين الدرية وان شاء الله ربي يستجب الكل محرومة بالدرية الصالحة في القريب ان شاء الله هاد الدعاء هذا غتق لي مباشرة بعد صلاة العصر دعاء رائع وجميل كل سيدة راغبة في الدرية كل سيدة تطلب وتتشوق أنها تكون أم الدعاء هو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد فارزقني الدري الصالحة وارزق كل مشتاق اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض دل جلال والإكرام أن ترزقني الدري الصالحة اللهم إني أسألك بإسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت أن ترزقني الدري الصالحة رب لا تدرني فردا وأنت خير الوارتين ربي هب لي من لدنك درية طيبة إنك سميع الدعاء هذه الأدعية حول أنك تقولهم يوميا كلهم يعني في نفس الوقت كتبهم حول أنك تعاودي الفيديو بشعك يعني تسجلي جميع هذه الأدعية اللي ذكرت وإن شاء الله ربي غادي يفرحك بالمولود الطيب المبارك اللي كنتك تحلمي به بل وأكتر غا تكون واحدة الدرية صالحة بإذن الله لأنك التجأتي لله الله هو الملجأ ديالك الوحيد باش تلبيه باش تبكيه باش تلحي في الدعاء ربي باغي منك تزيد التقربي له علاش لا تقربي لله بالدعاء ديالك بالصدقة بنية الحمل يعني حاولوا أنكم كذلك الصدقة ما تنسوهاش الصدقة وانتي تقولي بأنها بنية الحمل تصدقي علاش لله ربما تكون ساعة استجابة وإن شاء الله ربي يفرحك ويكرمك بالدرية ما تنسونيش كذلك من الدعاء ديالكم شكرا لكم على التتبع ديالكم لهذا الفيديو شكرا لكم على اللايكات ديالكم وكذلك على التعليق الطيبة اللي كانت توصل بها كل يوم كنتمنى أنني نكون كنعطيكم الوصفات الناجحة إن شاء الله وشكرا للسيدات اللي كيتواصلوا معايا رغندوز كل وحدة فيكم غير صبروا معايا كل وحدة غنحكي القصة ديالها شكرا لهم لأنهم بالفعل يعني عندهم واحد الحرقة على السيدات اللي بغي الدرية كل سيدة جربت وصفة إلا وكذلك التواصل معايا في الإنستغرام اللي هو وصفات نورة كنتمنى أنكم تنتم تزيدوا التواصل معايا في صفحة ديالي ديال الإنستغرام غادي نحاول أنني نخليها لكم في أول تعليق باش تكونوا كتار وإن شاء الله نجاوبكم على جميع التساؤلات إلا مشتش تعليق ديالكم في الفيديو نشوفه في الإنستغرام ديالي الخاص وإن شاء الله نعطيكم كل تجربة ديال كل الأخت ولو أن الحمل ديالها كان متأخر علش لا باش تنتم تستفدوا من هاد القناة إلى اللقاء مع فيديو جديد بسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر